موسيقى موسيقى سلام الله عليكم من طهران لعبة الأمم هذا الأسبوع من هنا حيث يحيي الإيرانيون ذكر الثورة هذه الثورة التي غيرت الأعداء والأصدقاء في السياسة الخارجية فتحول الفلسطينيون لأصدقاء وحلفاء أما إسرائيل وأمريكا فانتقلتا إلى خانة الأعداء أعداء إيران حاليا يضعون استراتيجية جديدة وتنقل وسائل إعلام إسرائيلية وزير الأمن نفتالي بينت اتفق مع الأمريكيين على تنظيم العمل بينهما بحيث تكون مهاجمة إيران في سوريا مسؤولية الإسرائيليين بينما يعمل الأمريكيون ضد إيران في العراق أنا أشرح التغيير الاستراتيجي نحن في وضع هجومي وليس دفاعي نحن وضعنا إيران كهدف أساسي لاستنزافهم وإضعافهم وتشفيفهم وذلك لكي لا نصطدم بهم لا بشجاعية ولا بخان يونس ولا بذنتج بيل قد لا يكون هناك مفر من ذلك لكن من ناحيتي هذا آخر خيار يجب علينا الذهاب إلى رأس الاختبوط وهم يجلسون في طهران نحن نحول الطاقة من التكتيك نحو الاستراتيجية خطة الزخم أو تنوفا كما يسميها الإسرائيليون وضعها رئيس أركاني جيش الاحتلال أفيف كوخافي ترتكز إلى إنشاء قيادة جديدة متخصصة بشأن حملة تصعيد ضد طهران فماذا في تفاصيلها؟ أمام هذه التطورات تجد إيران نفسها أمام تهديد حقيقي وليس حملة ضغط اقتصادية وحصار وتهديدات كلامية فقط ولذلك ترسم طهران مع حلفائها استراتيجية المقاومة لضرب الخطط الأمريكية والإسرائيلية نحن نواجه تحذيرا إلى الإسرائيل هنا كي ينتبهوا إلى تصرفاتهم بالمناسبة هم أصغر من الأمريكيين أصغر بكثير وفي حساباتنا نعدهم أكثر عجزا كل نقاطهم التي يحتلونها تقع في مرمى نيرالينا أي مرحلة مقبلة للصراع بين محور المقاومة والحلف الإسرائيلي الأمريكي هل ننتقل إلى المواجهة المباشرة والمعركة الكبرى وما هي أوراق القوة لكل طرف لعبة الأمم من طهران أهلا بكم أعود وأرحب بكم مشاهدين من هنا من استوديو الميادين في العاصمة الإيرانية طهران وأرحب بضيوف حلقة اليوم من لعبة الأمم هنا في استوديو سيد أمير الموسوي الباحث السياسي معي مباشرة أيضا من واشنطن سيد ديفيد ديروش أستاذ في جامعة الدفاع الوطني للدراسات الاستراتيجية سيكون معنا في القسم الأول من هذه الحلقة من شمال فلسطين من ترشيحة تحديدا الأستاذ زهير اندراوس الكاتب السياسي المتخصص بالشأن الإسرائيلي وفي الجزء الثاني من الحلقة سيكون معنا من دمشق الدكتور عفيف دالا الكاتب السياسي أرحب بكم ضيوفي جميعا أبدأ معك سيد الموسوي مباشرة مما كنا نسمعه خطط إسرائيلية تعلن من تل أبيب تقول تل أبيب بأنها خطة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية للانتقال من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم وليس على حلفاء إيران في المنطقة إنما عليها مباشرة كيف تتابعون هذا الأمر وهل تعتبر سيد الموسوي تطور استراتيجي نوعي خطير نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك السلام كمال ونرحب بك في طهران حياك الله والمشاهدين الكرام أنا أعتقد هذا التصريح الصهيوني التصريحات الأخيرة كليا تأتي في إطار الحرب النفسية وتأتي في حالة الانكماش الصهيوني في المنطقة صحيح هناك تطبيع حاصل مع بعض الدول العربية للأسف الشديد وهناك دعم أمريكي واضح لموضوع صفقة القرن وأن هناك نوع من بعض التصرفات اللا إنسانية للكيان الصهيوني داخل فلسطين وخارجها لكن أنا أعتقد كل هذه تأتي في إطار الضعف والخوف الصهيوني من المصير الحتمي طب إحنا هون سيد موسى نريد وقائع نعم الضعف ما هي الدلائل على وجوده هناك من يقول لك اليوم بالمعاكس الإسرائيليون أنت ذكرت موضوع التطبيع في علاقات سيعلن عنها قريبا مع دول عربية تاريخيا لم يكن لها علاقات مع إسرائيل في غارات إسرائيلية تشن سواء على أهداف إيرانية أو على أهداف حلفاء إيران في المنطقة وبالتالي تبدو إسرائيل تتحرك بشكل حر نعم لكن نحن نراها من المنظور الآخر اليوم الكيان الصهيوني محاصر داخليا حروبه حتى مع غزة البطلة في الحقيقة أصبحت مختصرة لا تتجاوز الثلاثة أيام يومين ونصف يوم ونصف هذا جديد في تاريخ الكيان الصهيوني إذن قدرة رادعة من المقاومة الفلسطينية بالدرجة الأولى المشروع الصهيوني ومن معه في المنطقة بدأت ملامحه تدل على الفشل التقدم للجيش السوري في إدلب وقرب نهاية هذه الحرب التي امتدت لعشر سنوات شهر القادم ستكون الذكرى العاشرة لهذه الحرب الكونية على سوريا المشروع الصهيوني السعودي والأمريكي فشل في اليمن ونحن نرى اليوم اليمنيون هم من يقرروا مصير المنطقة جنوب المملكة العربية السعودية المشروع الصهيوني في لبنان كذلك قد فشل وخاصة في موضوع التدمير الاقتصادي نرى هناك نوع من الخطط البديلة ووجود الحكومة والتفاهم السياسي داخل لبنان هذا المشروع قد فشل كذلك في العراق كيف؟ لأنه في الحقيقة لم نرى البوادر السابقة طبعا دماء الشهداء الأخيرة دماء شهداء مطار بغداد الشهيد قاسم سليمان والشهيد أبو مهدي المهندس قلب المعادلة في العراق وفي المنطقة كذلك نرى هناك تحول كبير في الساحة العراقية ومؤشرات تدل على أن محور المقاومة تعافى في العراق والنتائج ستكون مهمة جدا لاحقا سنتحدث عن لاحقا سيد الموسوي لكن أريد أن أخذ رأيي سيد ديفيد ديروش بالمقاربة التي قدمتها للوضع الإسرائيلي وإن كانت هذه الخطط تقع في إطار الحرب النفسية سيد ديروش مساء الخير لكن قبل أن أخذ رأيك بالمقاربة التي قدمها سيد الموسوي هنا الإعلان عن الاستراتيجيات الأمريكية من إسرائيل يعني الأمر يبدو مستغربا أو غير مألوف بالنسبة للكثيرين أن تعلن استراتيجيات أمريكية بهذه الخطورة عسكرية وأمنية ولكن على لسان قادة إسرائيليين وليس في الولايات المتحدة على الأرجح لأنها ليست استراتيجية أمريكية وأعتقد أن البعض يبالغون في الأمر الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحقيق مصالحها السيادي والأمر السيادي بالنسبة لإسرائيل وإيران لم نسمع بإعلان عن أي استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا ونحن منذ فترة ونعرف أن أمريكا لا استراتيجية واضحة لها بتعاطي مع سوريا وإيران لكن إسرائيل كانت واضحة في موقفها فهي لم تكن تواقع لرحيل الأسد مثلا من سدة الحكم وكانت كذلك مستقرة وثابتة في هجومها على الأهداف الإيرانية السمع إن كانت مزودة بتكنولوجيا الصوريخ وكانت ضارعة في نقل الصوريخ إلى الدخل السوري وإيران كانت كذلك مستقرة في موقفها بالنسبة إلى دعمها لبقاء الأسد في السلطة وذلك بشكل أساسي من خلال الاستعانة بالوكالاء اللبنانيين والمشاهدون في لبنان الذين وحيهم يعرفون بالطبع من ذهب إلى حلب ولم يعد ومن يمشي في شوارع بيروت وهو من جرح الحرب وكذلك من هم الجنود اللبنانيون الذين قضوا في خدمة إيران وليس في ذلك ما هو مستجد ولأعتقد أن في الاستراتيجية الأمريكية ما هو مستجد المصلحة تبقى على حالها وأعتقد أن مصلحة إيران تقضي كذلك برفع مستوى التهديد لإبعاد وتشتيت الانتباه عن التهاوي الاقتصادي الحاصل في بودان عدة مثل إيران ولبنان والعراق الخادة حاليا لسيطرة إيران أعتقد أن هذا هو بيت القصيد ولا وجود الاستراتيجية جديدة لا وجود الاستراتيجية مستهركة بين أمريكا وإسرائيل بل هو ثبات في الموقف والولايات المتحدة الأمريكية أقل له أقل تركيز على الموقف الحالي سيد أديروش بالتالي بتقديرك الولايات المتحدة الأمريكية وإن قال الإسرائيليون بأننا تفقنا مع الإدارة الأمريكية أنهم سنوزع الأدوار بيننا هم سيتصدون لإيران في العراق نحن سنتصدى لها في سوريا لكن الاستراتيجية الأمريكية لم تقرر بعد الخروج عن استراتيجية الضغوط القصوى عبر الحصار الاقتصادي ووسائل أخرى غير عسكرية صحيح هذا سؤال جيد لابد من أن نفند المسألة في سوريا الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمتع يوما باستراتيجية مستدامة للإطاحة بالأسد أو بوضع حد للنفوذ الإيراني ولم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا لإطاحة بالأسد بل تدخلنا فقط لإلحاق الهزيمة بداعش وذلك عندما بدأت قوات داعش بقتل كذلك الأمريكيين صحفيين وأعمال وذلك نظرا لأن الحكومة السورية كانت غير قادرة على حماية المدنيين وفي حين أن داعش قد ألحقت لازمة بها كحركة عسكرية مهيكلة الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك استراتيجية ولا وجود مثلا لولاية للذهاب إلى دمشق في حين أن الأتراك عندما قالوا أننا نرغب برحيل الأكراد لم أنه معنا ذلك لكن بالطبع لدينا بعض المصالح لتفادئ الكوارث في دار الزور وفي تنف وإن تكاستين في هذه المناطق لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك أي أهداف استراتيجية أو مساعا ومراما استراتيجية طويلة الأمد نسعى إلى تحقيقها والحفاظ عليها في سوريا لكن في المقابل ما نملكه هو هذه الاستراتيجية لمنع الأمور من أن تسوء والوقت يدل كذلك على أن إسرائيل تفضل وجود شخص واحد يتحكم بسوريا أو يدير الأمور في سوريا لكنها بالطبع لا تريد أن ترى سوريا تستخدم كممر لنقل السلاح الإيراني إلى حزب الله وقوات أخرى ولذلك قامت بمهاجمة المواقع الإيرانية والأدف الإيرانية الكثيرة في سوريا بشكل متكرر وهذا مختلف عن سياسة أدغوط القصوى وهذا يرتبط بمساعي إيران والهدف من ذلك هو إكره إيران وأجبارها على اتخاذ القرر إما أن تكون دولة معاصرة باكتصاد شغال أو أن تكون قوة لبس ندام الاستقرار والانشقاق في العالم طيب قبل أن ننتقل إلى ترشيحة وإلى أستاذ زهير اندراوس سنعرض مشاهدينا خطة تونوفا 2020-2024 كما أعلن عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية وهي خطة رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي تقول الخطة بتعزيز سلاح اليابسة والمدرعات والطائرات لمواجهة ما تصفه إسرائيل بالتهديدات الإيرانية في موازات إلغاء أولوية مدرعات قديمة أيضا الخطة تقول بتقليص فترة أي مواجهة عسكرية مستقبلية لأيام معدودة أو أسابيع قليلة من خلال تعزيز الاستخبارات العسكرية وزيادة قدرة الجيش التدميرية قامت هيئة خاصة لمتابعة الشأن الإيراني والاستعداد لمواجهتها وتحليلها بناء سربي طائرات جديدة حتى نهاية العقد الحالي وتطوير القدرات التكنولوجية للطائرات والتزود بمنظومات دفاع جوي إضافية وقدرات اتصال متطورة تربط بين الضباط في ميدان القتال وبين الطائرات والتزود بأربع سفن حربية جديدة حاملة للصواريخ لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط إنشاء فرقة عسكرية جديدة الفرقة 99 التي ستضم قوات ذات قدرات نارية متقدمة في موازات السعي لإعادة تنظيم قوات الاحتياط الخاصة وضمها لهذه الفرقة من ضمنها فرقة كافير التي تعمل في الضفة الغربية ليمتد نشاطها إلى الجبهتين الشمالية والجنوبية أسعد الله مساءك أستاذ زهير إندراوس هذه هي الخطة الإسرائيلية كما عرضت في وسائل الإعلام نريد أن نطلع منك على مدى جديتها ونظرة الإسرائيليين في المستوى السياسي والأمني لها نعم بدء أخي العزيز كمال أريد أن أقول إذا أراد جيش الإحترال الإسرائيلي إقامة هيئة معينة لمعالجة التهديد الإيراني فماذا يفعل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 30 عاماً ولا ينجح في صد أو رد إيران أول من أمس الأثنين وفي القناة الأولى شبه الرسمية تم عرض فيلم استقصائي وصائقي عن الحرب القادمة وتم تجديد خلال هذا الفيلم الاستقصائي على الصواريخ الدقيقة المجنحة الإيرانية واعترف خبار قادة المؤسسة الأمنية السابقين والحاليين بأن لإسرائيل لا توجد منظومات دفاعية بإمكانها صد الهجوم الصاروخي الذي سيصل بعشرات آلاف الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي ودعني أقول شيئاً آخر أخشى أكثر ما أخشى هو ما صرح به أول من أمس الأثنين وزير الأمن سابقاً ورئيس الحكومة سابقاً إيهود براق بأننا سنعيد لبنان إلى العصور الحجرية ووفق المنشورات الأجنبية ووفق الإعلام الأجنبي فإن إسرائيل تملك أسلحة نووية وما جرى أمس في هذا الفيلم هو عملية ترهيب للإسرائيليين بأنكم ستقدمون القتلى والجرحة بالألاف وأيضاً للعرب في لبنان في قطاع غزة في سوريا وحتى في إيران بأنكم ستدفعون الثمن غالياً ودعني أعطيك فقط مثالاً يعني يدلل على أن إسرائيل هي دولة مرضوعة سئل المراسل العسكري لصحيفة دعوت أحرنوت يوسي يشوع خلال الفيلم لماذا قام جيش الاحتلال عندما هجمه آخر مرة حزب الله بصواريخ الكورنيت بتمتيلية وكأنه تمت إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين خلال ضرب الكورنيت قال المراسل العسكري الإسرائيلي وهو صهيوني أكثر من هيرتسل إن إسرائيل دولة مرضوعة وأرادت عبر هذه الصور أن توجه لحزب الله التي تخشى منه حزب الله وليس إيران توجه لحزب الله رسالة بأنها استوعبت الضربة وتعالوا ننهي هنا هذه الجنودة ماذا تريد أن تقول باختصار كتقييم لهذه الخطة يعني بس أستاذ كمان علاوة على ذلك تقييم لهذه الخطة يعني عندما يقدم أفيف كخافي خطة في الوقت الذي تطالبه وصارة المالية الإسرائيلية بإعادة مليارات الدولارات فكيف سيمول الخطة التي طرحها بمليارات الدولارات وكيف ستصادق عليها حكومة تسهير أعمال التي لا تقدر قانونيا على المصادقة على الخطة يعني قصة التمويل بس بلون إعلامي يعني ما في مشكلة بالتمويل يعني في من يمول كثير في خطط تتعلق بإيران في المنطقة وقد تحصل إسرائيل على تمويلات من هذه الدولة أو تلك رأس الأفعى أمريكا يعني إذا نتكلم عن رأس الأفعى أمريكا أمريكا أعطت من عهد أوباما العشر سنوات للعقد القادم أما بالنسبة للدول الخليجية التي تعول عليها إسرائيل فلا أعتقد أنها ستدفع لأنها تدفع مباشرة لأمريكا كما حصل عند مزارة إراما لدى إتخابه المملكة العربية السرعية بما طرح يعني سيد الموسوي عندما تعلن إسرائيل مثل هذه الخطط الهجومية خلينا نستند للتاريخ يعني كان فيه استهتار بإسرائيل عن 67 إسرائيل تعرف شو صار بال67 لا داعي لذكر ذلك من مأساة على العرب إسرائيل أيضا ب73 تم شن هجوم لاستعادة الأراضي العربية التي احتلت في ال67 إسرائيل يعني بعدها صار فيه كام ديفيد وانهارت الحالة العربية من القاهرة ولازم نرى حتى وصولا إلى أوسلو وإلى آخرين بمعنى آخر أنه البعض يقول لك على إيران أن لا تستهين بما يعلن أو ما يأتي من إسرائيل لأن التاريخ أثبت بأن الإسرائيليين يقولون ويفعلون إيران لا تستهين وإنما لديها خطة مع حلفائها الفرق بين حرب 67 والوضع الحالي في حرب 67 وحرب 73 كانت دول عربية تواجه الكيان الصهيوني وهذه الدول فيها اختراقات خطيرة لا ننسى أن نائب رئيس جمال عبد الناصر أنور السادات وكذلك في العراق وحتى في سوريا كانت خيانات واضحة في ذلك الوقت لكن الآن انظر إلى الخارطة شمال الكيان الصهيوني شمال الفلسطيني المحتلة مقاومة قوية باسم حزب الله وإلى جانبها مقاومة جديدة تتشكل الآن في سوريا الصهاين وأنا سأعود إلى موضوع سوريا في جنوب فلسطين المحتلة مقاومة حادة وقوية وحديدية في غزة والآن بدأت تتبلور في الظلفة الغربية و48 والسبب في دخول الكيان الصهيوني لمساعدة السعوديين في حرب اليمن أن لا تتقدم هذه المقاومة وتأتي إلى الجنوب الشرقي وهي ستأتي أنا برأي أنها ستأتي قريبا إن شاء الله مقاومة برأيك أن بمعلوماتك يعني برأيه معلومات بما تطلع على المؤشرات تدل أن أنصار الله سيصلون إلى الحدود الفلسطينية إن شاء الله إما بحريا أو عبر البيابسة إلى شرق فلسطين المحتلة عبر الأردن نعبر الأردن المقاومة العراقية ولا يستهان بها بإمكانياتها وتسليحاتها وتدريباتها التي شهدت سيد الموسى وأنا ما بدي أطلع أنا أريد أقول هنا لكن هذه تضرب المقاومة العراقية تضرب المقاومة الفلسطينية تضرب وستضرب أي يعني بسوريا أيضا يتم في غارات يعني الإسرائيليون والولايات المتحدة يتحركون ضد هذه المقاومات صحيح أستاذ كمال لكن هم يخافون من المستقبل محور المقاومة لا يجر إلى التوقيت الصهيوني الأمريكي لديه خطة عمل منسقة وقوية يعرف متى يضرب ضربته القاضية لأن المواجهة مع الكيان الصهيونية هي ستقلب صفقة القرن إلى ضربة القرن وصفعة القرن ستكون إن شاء الله لأن محور المقاومة ومنسق لديه خطة لديه برنامج لديه إمكانيات لديه قوات على الأرض بقوة ماسكين الأرض وما تقول إسرائيل أنها تضرب أهداف إيرانية يعني أنا أقول لك بصراحة أكشف عن بعض الأشياء البسيطة جدا لحد الآن عجزت القوات الصهيونية الجوية من ضرب منصة واحدة حساسة في جنوب سوريا أو قريبة من الجولان إلى الآن عجزت وهي تحاول الآن عبر الطائرات المسيرة والرادارات والطائرات عبر لبنان والجولان تبحث عن منصة واحدة ما تستطيع الآن الحصول عليها بينما الآن شهيد قاسم سليماني نشرها بالعشرات قرب حدود جولان وحد الآن حدر أمانية المستهدافة ولا واحدة ما يقوم به الطائرات الصهيونية من ضرب أهداف في سوريا أولا هي مخازن وهمية عادة يعني جنوب دمشق بعض المناطق الصحراء لكن المنصات لم تضرب الصواريخ لم تضرب القواعد الحساسة الرادارية لم تضرب إلى الآن هذه كلها مخفية بسبب التطور الحاصل الآن في القوة المقاومة الآن في سوريا في لبنان كذلك في فلسطين المحتلة في اليمن في العراق هناك مفاجآت كبرى الآن يعني يخفيها محور المقاومة للمواجهة الحاسمة أنا أعتقد التزامن إعلان هذه الخطة الصهيونية تتزامن مع التطبيع السعودي الإماراتي مع الكيان الصهيوني أعتقد هذه فاتورة ستقدم لهم ويدفعوها ويدفعوها كما فعل الأمريكي معهم طيب سنرى ذلك سأذهب إلى ترشيحة على زهير اندراوس قبل أن أودعه في هذا القسم وبعد ذلك نأخذ رأي سيد ديفيد ديروش سيد زهير اندراوس يعني مثل هذا الكلام الذي تحدث به السيد الموسوي هنا يوم أمس أيضا تحدث قائد الحرس الحرس الثورة الإيراني حسين سلامي للميادين في مقابلة خاصة يوم أمس وقال نحن اليوم لدينا إمكانات والإسرائيل في زاوية في مربع صغير وهم ليسوا ندا لنا بهذا المعنى نحن الآن نواجه الولايات المتحدة هم أصغر من أن يكونوا أصغر من الولايات وأصغر من أن يكون بهذه التصريحات كيف تم يعني ما هو صداها كان في إسرائيل أولا باعتقاد المتوادى جدا أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية أعطت ما يسمى بالصحفي البلاط في إسرائيل بعدم تطرق بتاتا إلى المقابلة الحصرية التي أجرتها الميادين ولكن أنا أريد أن أقول بالنسبة لقوة إسرائيل يعني وأستعين بالمأفون أفيدور لبيرمان وزير الأمن السابق الذي قال بصريح العبارة علنا وليس في غرفة المغلقة قال إنه منذ العام 1967 لم تنتصر إسرائيل في أي معركة وأضاف أن الجيش الثاني من حيث القوة في الشرق الأوسط هو حزب الله يعني اليوم نحن موجودون في ميزان الرعب مع العلم بأن العلاقات مع العلم أن موازن القوة تحكم بالأسلحة الموجودة اليوم هناك ميزان الرعب بين إسرائيل وحزب الله ما لم يكن موجودا في العام 2006 يعني منذ مدى في نقطة أخرى سيدة زوهر قبل أن نذهب إلى فاصل أيضا ارتباط هذه التصريحات وما تم الإعلان عنه في إسرائيل وما يقوله قادة إسرائيل بالانتخابات الشهر المقبل الإسرائيلية مدى الارتباط بين هذه التصريحات وبين الانتخابات باعتقاد أنا يا أخ خمال لا أصوت ولا أشارك في التصويت البرلماني الصهيوني ولكن أقول بأن هذه التصريحات أو أي شيء سياسي بما في ذلك السلطة الفلسطينية في رام الله ليس على الأجندة الإسرائيلية بالنسبة للانتخابات القادمة باء تاتا المعركة هي معركة بين صراق اسمه بن يمين نتنياهو ومجرم حرب اسمه بني جانس هذا هو الموجود في إسرائيل أشكرك يا جسيد الثاني من آدار منصد قادم شكرا جزيلا لك زوير اندراوس الكاتب السياسي من ترشيح شمال فلسطين مشاهدين الكرام نتوقف عفاص القصير بعدها نكمل في الجزء الثاني من لعبة الأمام صحيح جديد مشاهدين في لعبة الأمام وهذه الحلقة الخاصة من هنا من العاصمة الإيرانية طهران أعود وأجدد الترحيب بضيوفي وأنتقل مباشرة إلى واشنطن لسيد ديفيد ديروش الإيرانيون سيد ديروش سواء ضيفي هنا السيد الموسوي وهو مطلع بطبيعة الأحوال على السياسات الإيرانية أو ما قاله قائد حرس الثورة الإيرانية حسين سلامي يوم أمس قال نحن زدنا دعمنا لحركات المقاومة في العراق أصبح لديهم دعم أكبر من السابق زدنا دعمنا وتسليحنا لحزب الله في لبنان زدنا دعمنا وتسليحنا لفصائل المقاومة الفلسطينية ويعني بمعنى وكأنه يقول بأنه الضغوط الأمريكية أعطت مفعولا عكسيا نحن نعد أنفسنا بشكل جيد للمواجهة هل تعتقد بأنه النتائج فعلا عكسية نتائج الضغوط الأمريكية خاصة اغتيال الجنرال سليماني في العراق والمسألة الأخرى هي مسألة التصعيد المقبل التصعيد في مصلحة الولايات المتحدة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالنسبة إلى السؤال الثاني لا ليس فعلا الآن بعد مقتل المهندس وسليماني أعتقد أن الجانب الأمريكي قد اختفى عند هذا الحد والمعنيون في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الانتخابات قد اختاروا معسكرهم وأي تصعيد مستقبلي من شأنه أن يؤذي الحظوث الديمقراطية لأن الأمر سيعتبر على أنه اعتداء إيراني وبالطبع نعرف أن الأراء حاسمة بشأن ترامب البعض ينظر إليه بعين الاستحسان وبعض الآخر يكرهه بشكل كامل لكن يجتمع كثير في الولايات المتحدة الأمريكية على أن الحارس الثوري كان يعمل بشكل متفلب من العقاب ولا بد من الوقوف في واجه ذلك وترامب كان يتصرف من منطلق قدر كبير من ضبط النفس لسيما بعد إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار خلال السائف بالتالي الميزة الانتخابية الوحيدة التي قد يكسبها ترامب هو في حال توصيل الاتفاق أو صفقة مع إيران وأعتقد أن إيران قد ترهب بتوصيل الصفقة في حل توضح أن ترامب سيحظى بفرصة لعادة الانتخاب وستكون إيران خاضعة لأربع سنوات إضافية وليس عشر أشهر فقط من الضغوط القسوة وليس من المفاجئ مثلا أن الحارس الثوري بعد أن خسر هذا الجنرال رفيع سيقوم بتبجح قائلا سنواصل الدعم ورفع مستوى الدعم لكن كل ذلك يحدث في سياق الضوابط المدنية المتهوية فالضوابط وتحكم الإيراني في العراق أقل من مكان عليه وشهدنا على مظاهرات كبيرة في النصرية في النجفة في بغداد بهدف التنديد بالوجود الإيراني ورأينا كثير من المظاهرات حتى في بيروت وكذلك مظاهرات حاشدة في إيران إضافة إلى أننا شهدنا على عدم كفاءة الحرس الثهري الإيراني عندما أسقط طائرة مدنية تخرج من المطار المدني في طهران كلها أمور لابد من أن نخذها في نصابها ومسألة أخرى ذكرها ضيف من طهران هو أن الانتخابات الإيرانية ربما قريبة والانتخابات الإسرائيلية قريبة بكل حال لابد أن نأخذ كل ذلك في الاعتبار لكن ما نشهد عليه لا يقربنا أكثر من التصعيد بل نشهد على انتخابات نوشيكة في هذه البلدان الثلاث في إسرائيل وإيران والانتحدة الأمريكية وإن كنت سياسيا إيرانيا أو عضوا في الحرس الثوري الإيراني لكنت بثلت كل الجهود لأبعد التركيز عن الفساد الداخلي وسؤال إدارة الاقتصادية والتهاول الاقتصادي وأركز على المنافع الأخرى سيد ديفيد ديروش سؤال مباشر قبل أن نعود إلى طهران الولايات المتحدة الأمريكية هل لديها استراتيجية واضحة وعملية لإخراج إيران من سوريا ومن العراق كما يقول الإسرائيليون هل هي تعمل على ذلك وكيف أعتقد أنني قد ذكرت ذلك على شاشتكم السابقة المتحدة الأمريكية بكل بساطة لم تتملك استراتيجية واضحة بالنسبة إلى سوريا دخلنا إلى سوريا في المستهل الأمر لكي نلحق الهزيمة بداعش ونقف قتل الأمريكيين والأسر الأمريكيين على يد داعش وواجهنا نجاحا متفاوتا وكذلك واجهنا قدرا كبيرا من المشاكل أيضا شهدنا على أن قوات كردية سيطرت على كميات وعلى مساحات كبيرة من الأراضي السورية أكثر من الأراضي التي كنا لنسمح بها فأدى ذلك لاحتكاك مع الأتراك وكنا لو تركنا سوريا لرأينا الأسد يقوم بذبح الناس وإيران كانت لعززة نفوذها وسيطرتها كذلك وقدرتها مرة جديدة لإعادة إدخال قوات حسب الله القيام بعملها في حلب لا نريد لكل هذه الأمور بأن تحدث لكن عندما نعرف ما لا نريد أن يحصل ذلك لا يعني أننا نملك استراتيجية فلا نملك استراتيجية ولا توافق سياسي حول سوريا طيب طبعا أرحب بهذا القسم بالدكتور عفيف دلال الكاتب السياسي من دمشق لكن قبل ذلك سيد الموسوي يعني بعض التقديرات دعني أقول تقول بأن الإيرانيين لديهم نوايا بالتصعيد العسكري تحديدا في الساحة العراقية قبل الانتخابات الأمريكية ببضعة أشهر وترى بأن هذا التوقيت مناسب لإخراج الأمريكيين من العراق أو إرباك الإدارة الأمريكية قبل الانتخابات تعتقد إيران تفكر بهذه الطريقة؟ إيران طبعا الآن لديها استراتيجية كبيرة في موضوع الكيان الصهيوني يعني الإمام الخامنة يأكد أن الكيان الصهيوني قبل أربع سنوات أو ثلاث سنوات قال أنه لا يبقى أكثر من خمسة وعشرين عاما وقضية الآن ثلاث أربع سنوات إذن باقي واحد وعشرين وعشرين سنة هذا البرنامج الكبير الاستراتيجي اتجاه الكيان الصهيوني لا بد من إزالته وإزالته ليست فقط عن طريق الحرب وإنما هناك أسالي يعني إنهاء مشروع مشروع الصهيوني النقطة الثانية هي موضوع القوات الأمريكية بالدرجة الأولى لا بد أن تخرج من العراق وهذه الخطة قد وضعت وحسمت وليس بالضرورة أن تدخل إيران في الموضوع أنا أعتقد الشعب العراقي الحكومة العراقية الجديدة القادمة البرلمان العراقي وقوى السياسة والمقاومة الموجودة في العراق والمرجعية العليا أعتقد هم سيقررون هذا الأمر ولكن إيران طبعا تدعم هذا التوجه بقوة ولديها ما يمكنها من أن تساعد العراقي فيها سيد موساوي لماذا إسرائيل تريد إخراج إيران من سوريا ما هي المخاوف يعني هذا كلام أكبر من وزنها الكيانة الصهيونية بس أنتم ماذا تفعلون بسوريا حتى إسرائيل تشن غارات الآن طبعا هم غضبانين بسبب أن مشروعهم فشل في سوريا لا ننسى أنه هو يقول أن الصهاينة ليس لديهم أهمية في موضوع سوريا ولا يريدون إسقاط الرئيس بشار الأسف بالعكس يعني نرى أي تقدم للجيش السوري هناك هجوم مباغت من الكيانة الصهيونية ضد الجيش السوري في أي تقدم في أي جمعة إذن هناك تنسيق واضح بين المجماعات المسلحة والكيانة الصهيونية في سبيل تقويض القوات السورية في سوريا وحتى هذه الهجمات الصهيونية الأخيرة تزامنت مع تقدم الجيش السوري في إدلم وفي حلب إذن هناك مشروع صهيوني فشل في سوريا أنت في سوريا سيد الموسوي هنا مسألك تحليل يعني أو رأيك هل إيران معنية بتطوير القدرات العسكرية السورية في مواجهة جبهة إسرائيل يعني الجبهة الجنوبية وليس فقط الحرب الداخلية السورية حسم الأمر أستاذ كمال صارت سوريا عندها قدرات نعم الآن الجيش السوري يمتلك قدرات عسكرية وتصنيع حربي مميز ومتطور جدا في كل الاتجاهات استطاع أن يمتلك الشفرات الحساسة في موضوع الرادارات واستطاع أن يدخل التكتيكات العسكرية المتطورة ولهذا السبب إسرائيل نعم الآن لديه إمكانيات كبيرة خاصة أن الجيش السوري استطاع أن يشكل قوات مقاومة قوية تشبه الحرس الثوري في سوريا وهي التي الآن تمسك الأرض وتتقدم في الجبهات من السوريين نأخذ المعلومات من أهل البلاد دكتور عفيف أسعد الله مساءك منذ العام 2011 تشن إسرائيل غارات على سوريا بأسباب متعددة لكن في السنوات الأخيرة كان السبب المباشر المعلن داخل إسرائيل هو إخراج إيران وحزب الله من سوريا بالنسبة للسوريين أو للجيش السوري والقيادة السورية في رد يكون دفاعي على الصواريخ التي تطلق على الأراضي السورية لإعتراض هذه الصواريخ لكن حتى هذه اللحظة في سوريا ليس ثمت استراتيجية لوقف هذا الأمر نهائيا نعم تحية لك أستاذ كمال وتحية لضيفك حياك الله حقيقة نحن علينا أولا أن ننطلق من تحديد أو توصيف واقع الصراع الصراع اليوم هو يتم في المنطقة بين منظومتين لن نتحدث عن إيران فقط بمفردها أو سوريا بمفردها والكيان الصهيوني بمفرده نحن نتحدث عن منظومتين دول موجودة في المنطقة لها ارتباطات إقليمية ودولية لها تشعبات بشكل أو بآخر نحن نتحدث بتعبير أبسط صراع بين مشروعين في المنطقة هذا الصراع ربما تباين على مستوى الشكل بين مراحل التاريخ أو في مراحل سابقة بين التصعيد العسكري أو المناوشات العسكرية تارة وبين الحرب الباردة حرب العناوين السياسية حرب الطروحات السياسية حرب الحصار السياسي والاقتصادي حرب النفوز على مناطق النفوز ضمن المنطقة بين هاتين المنظومتين لذلك الكيان الصهيوني أو إسرائيل اليوم عندما تدعي أنها تستهدف إيران في قلب سوريا أو المصالح الإيرانية أو قوات إيرانية هي حقيقة تستهدف شيئين أولا مقضية إخراج إيران من سوريا ومن لبنان أو إخراج حتى حزب الله من سوريا هو محاولة حقيقة لتجزيء ساحة الصراع أو تفتيت المنظومة الواحدة تفكيكها بمعنى أنها هي نعم تستهدف مصالح إيرانية تستهدف قوى إيرانية لكن هي تبتغي أن توصل رسالة للقيادة السورية مفادها أن تجنب مثل هذه الضربات العسكرية الإسرائيلية يرتبط بفك التحالف مع إيران وفك الارتباط مع حزب الله وهي حقيقة تتسعى إلى فك أو فصل المسارات الفكرة السائدة في دمشق وأنت تتحدث من دمشق الآن بأن الأولوية لدى السوريين هي استعادة كامل الأراضي السورية في بعض التنظيمات المتطرفة والإرهابية تريد طردها فيه كباش كبير مع تركيا يأخذ بعد إقليمي في الشمال السورية يتعلق بإدلب في موضوع شرق الفرات بمعنى أن الأولوية الآن لسوريا هي استعادة سيطرتها على أراضيها الغارات الإسرائيلية تعطي رسالة وكأن السوريين أو السوريين والإيرانيين لديهم جبهة مفتوحة في الجنوب بالنسبة للرؤية العينية لا توجد هكذا جبهة حاليا لكن لا أعرف هل فعلا الإسرائيليون يشعرون أو لديهم تقديرات أو لديهم معلومات أن كل الحرب لاستعادة الأراضي السورية لكن هناك مسار آخر استراتيجي على الجبهة الجنوبية لا شك الحرب حقيقة هي حرب مفتوحة أستاذ كمال يعني هي لم تغلق يوما يعني ربما خمدت لمراحل معينة كانت ترتبط بظروف الصراع الصراع وطبيعة الصراع البيئة العامة للمنطقة والبيئة العامة للصراع الأصطفافات الجديدة والتحولات وغير ذلك لكن هي حقيقة كجبهة هي جبهة لم تهدأ هي جبهة موجودة هي جبهة قائمة التهديد الإسرائيلي موجود عسكريا سياسيا على مستوى المشروع على مستوى المنطقة هو موجود وهو قائم ولذلك هو في الوعي السوري اليوم في الوعي الشعبي السوري والجمع السوري في الإدراك الجمع السوري وهو ليس إدراك مستجد يرتبط بالظاهر حاليا أو يرتبط بواقع الصراع حاليا نحن في سوريا وأنت تعلم جيدا ذلك وكل من هو قريب من العقل السوري العقل الشعبي السوري هو يعلم تماما أن في سوريا نعتبر حقيقة أن صراعنا مع العدو الصهوني وصراع وجود وليس صراع حولنا صلاة بالسيد الموسى والتعليق بشكل سريع إذا سمعت كما نرى الهجوم الإسرائيلي على مواقع سوريا ويقول بعض الأحيان أنها إيرانية وهي غالبا ما تكون كاذبة طبعا أنا أعتقد هذه تساعد الحرب النفسية الصهيونية ضد محور المقاومة حتى يساعد المرجفين ويساعد ضعاف النفس في الأمة لماذا إيران لا ترد؟ لماذا حزب الله لا يرد؟ لماذا سوريا لا ترد؟ شو الجواب؟ هذا يعني أنا أعتقد هو لضغط المعنوي على محور المقاومة لماذا؟ لأن محور المقاومة كما ذكرت لا يجر إلى التوقيت الصهيوني الأمريكي لأنهم يريدون أن يلخبطوا البرنامج الذي يسير فيه محور المقاومة بدقة وبانضباط ونحو أهداف محددة للوصول إلى الهدف الأكبر هم يريدون أن يلخبطوا هذه الخطة وطبعا المحور المقاومة لا يجر سبحاني أعود إلى الدكتور عفيف لأنه سأودع أيضا في هذا الجزء دكتور عفيف دل الموقف الروسي يحتاج إلى أيضا توضيح روسيا تبدو غير معنية بالغارات الإسرائيلية على الأرض السورية واستهداف إيران في سوريا رغم أن إيران وسوريا حتى حزب الله يقاتلون مع الروس وحلفاء أيضا للروس الموقف الروسي كيف يمكن فهمه في هذا الاشتباك عزيزي الموقف الروسي حقيقة هو يأخذ بعين الاعتبار الصراع الأقليمي أو الصراع العربي الصهيوني لا شك لكن هو ليس جزءا منه هو يعتبر نفسه أنه جزء من صراع دولي على الساحة الأقليمية نعم هو يرتبط بالندية التي تمارسها روسيا اليوم على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها واستراتيجياتها وأجنداتها في المنطقة لكن هو ليس معنيا من وجهة نظره بالصراع العربي الصهيوني هو نعم يدعم سوريا كدولة يدعم سوريا كجيش يأخذ بالحسبان يتفاهم ويدرك حقيقة خلفية الصراع العربي الصهيوني لكن هو ليس جزءا من هذا الصراع اليوم الروسي يريد أن يبلور قطبيته الدولية على مستوى ندية يمارسها بالفعل وبالقول مع الولايات المتحدة الأمريكية كما تحاول بالمناسبة مع فارق التشبيه إسرائيل أن تدعي أنها قوة إقليمية عندما تسوق لندية مع إيران وبالتالي حتى عندما تستهدف مواقع عسكرية سوريا كما حدث في الاعتداء الأخير أستاذ كمال بالمناسبة لم يكن هناك لا قوات إيرانية ولا مصالح إيرانية بس تهدف المطار دمشق الدولي وبالتالي ليست المرة الأولى تستهدف فيها مواقع عسكرية سوريا بالمناسبة لكن في الخطاب السياسي الإسرائيلي لماذا يسوق؟ يسوق لدعاية أو لبروباجندة المصالح الإيرانية أو الوجود الإيراني أو القوات الإيرانية لماذا؟ فضلا عن أن هناك كما قلت سعي حثيث إسرائيلي لفصل المسارات بين إيران وسوريا وحزب الله كمحور مقاومة كمنظومة تواجه المشروع الصهيوني لكن هي أيضا حقيقة تريد أن تسوق لندية لندية على المستوى الأقليم سواء كان من روسيا أو الولايات المتحدة أو دول أخرى حتى عربية هل يمكن أن تطلب دمشق خروج الإيراني من سوريا؟ لماذا تطلب مثل هذا النوع؟ سوريا تدرك أستاذ كمال شعبيا ورسميا وأنت تعلم ذلك أنها هي اليوم جزء من منظومة لا يمكن لدولة اليوم أن تواجه بشكل منفرد منظومة عدوان المنظومة منظومة العدوان تحتاج إلى منظومة مواجهة ولا تحتاج إلى دولة بشكل منفرد اليوم لماذا هم ينصفون مع الأتراك على مستوى حالة العدوان في سوريا؟ لماذا يستخدمون أدوات إرهابية على مستوى العدوان على سوريا؟ هم يشكلون منظومة عدوان ونحن في المقابل نردخ لهذا العدوان بأن ندعي أننا يمكن أن نتجنب العدوان بأن نفطرق أو نفصل مسارات المواجهة ونظومة مواجهة قادرين نحن من خلالها أن نواجه المشروع الصيوني هذا حقيقة تفكير غير واقعي بالمناسبة من دمشق أشكرك جزيلة الشكر على هذه المداخلة وتحول إلى واشنطن إلى سيد ديروش سيد ديروش الإسرائيل تل أبيب تشعر خلال فترة دونالد ترامب بأنها تحصل على جوائز لم تحصل عليها لدى الإدارات السابقة هي حصلت على اعتراف أمريكي بالقدس الموضوع كان مؤجل في إدارات سابقة حصلت على الاعتراف بالجولان السوري أيضا وصفقة القرن اليوم يقال بأن الإسرائيليون يريدون الجائزة الكبرى من إدارة ترامب وهي أن تشارك الإدارة عسكريا معهم في مواجهة إيران يعتبرون أن هذه هي الجائزة الكبرى التي يمكن أن يمنحها دونالد ترامب للإسرائيليون أو تكون الجائزة الكبرى أو الأخيرة هل تعتقد أن إدارة ترامب يمكن أن تصل إلى هنا إلى هذه المرحلة سواء كان الآن يعني في هذا العام أو إذا ما تم التجديد لدونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية لا لا أعتقد أن هذا ضرب من ضروب الخيال صراحة ترامب كان متاسقا في موقفه يريد أن يغفض عديد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وهو يشعر أن التواجد المتزايد يتنفع المصالح الأمريكية وغير حاسم وهذا التواجه لا يؤدي إلا إلى إضعاف الأنظمة المحلية ويسمحه لإيران بأن تستغلها وكان في الواقع متاسقا وثابتا على هذا الموقف الشهدنا بالطبع على استفسازات أمريكية أو إيرانية من خلال إسقاط تتار الأمريكية بدون طيار وكذلك وضع الألغام البحرية التي عصفت بيئة حاملات النفطية وكان هناك كذلك رد أمريكي على الاستفسازات الإيرانية بالتالي توقف الأمر عند هذا الحد لكن ترامب ليس توقع للحرب كما يريد الإيرانيون أن يسوقوا له لكنها بالطبع محاولة من جانب إيران وأتباع الإيرانيين في العراق وإيران وسوريا لإلهاء الجميع عن سوء إداراتهم وفسادهم ويريدون أن يبقوا بلدانهم على عتبة الحرب وإلا سيلتفت الشعب ويقول لماذا مثلا يموت ويقضي كل هؤلاء اللبنانيين في حالب ولماذا هذا الحال الثوري يستاذ ثران في حين أن مياه الشفة في طهران مبتازلة لماذا تنقطع الكهرباء في النجف هذا هو بيت القصيد ترامب كان متاسقا في موقفه يعتبر أن الشرق الأوسط أو هي منطقة مسدودة بالنسبة إلى هنا هو وزير الدفاع قد قال ذلك في مؤتمر الأمن في ميونيك قال لابد أن نركز على الصين وعلى روسيا نعم سيد الموسى في نهاية المطاف يعني في تغطية على السياسات الداخلية أو على نقمة تجاه إيران حتى لدى بيئات اجتماعية قريبة من إيران ذكر النجف كما سمعت بالتصعيد خارجي أولا ما يذكره غير صحيح يعني التشيع تشيع جثامين شهداء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق وإيران أثبت خلاف هذه الرؤية الملايين خرجوا في إيران وفي العراق الشيء الثاني الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بصورة واضحة عسكرية ليست كالطريقة الأمريكية الجبانة اختيال والتفجير من بعيد أو حرب إلكترونية من بعيد وإنما في حرب المواجهة إيران انتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية عندما أسقطت طائرتها المسيرة في مضيق هرموز وعندما ضربت عين الأسد بقوة وبصورة علنية وتبنت هذا الأمر هذه إشارة على جدية إيران في المواجهة لذا أمريكا عاجزة عن الرد لكن ترد بصورة جبانة تختال الأمريكيون مثل الصهاينة يختالون يأتون في الليل يأتي من الأجواء اللبنانية من الجولان المحتلة ويضرب سوريا هؤلاء ليست فيهم الرجول في المواجهة مع محور المقاومة حزب الله يضرب إسرائيل إذا أراد بكل علنية وقوة السوريين كذلك أنصار الله نفس الشيء إيران الحجد الشعبي محور المقاومة فيه الرجولة والشجاعة سيد الموسى بشكل مباشر هل من ضمن حسابات إيران في مواجهة هذه الأجواء مراجعة سلميتها أو سلمية برنامجها النووي يعني نستيقظ لتقول لنا ليخرج علي أكبر صالحي ويقول إيران دولة نووية لديها سلاح نووي ممكن لا طبعا السلاح النووي مرفوض في إيران لكن أنا أعتقد ما تمتلكه إيران أكبر وأقوى من السلاح النووي قدرات العسكرية الأخرى قدرات العسكرية وقدرات البشرية والمفاجآت والخطط التكتيكية اليوم محور المقاومة هو الذي يمسك الأرض اليوم الأمريكي مهزوم في العراق مهزوم في سوريا يتخبأ لا يتجول لا يتحرك الكيان الصهيوني الآن منزوي في مكان وانطبع مع بعض الأنظمة الانبطاحية التي ليس لها أي وزن في المنطقة سيد موسى وينتهى الوقت أشكرك أمير الموسى والبحث السياسي حضرك هنا في الستوديو سيد ديفيد ديروش أستاذ في جامعة الدفاع الوطني الدراسات الاستراتيجية من واشنطن أشكرك جزيلا شكر طبعا أستاذ زهير اندراوس ودكتور عفيف دلة من دمشق ومن فلسطين محتلة عام 48 شكرا لمداخلتهم أشكر طبعا منتج هذه الحلقة زاهر أبو حمدة وأيضا فريق العمل هنا بيترا بينادر مخرجة البرنامج وحسن راضي هنا في طهران إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة